أطلقت مصر الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة من 2024 إلى 2026 يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة وإدارة ملف الهجرة وخاصة في ظل تطورات الرهنة التي تشهدها المنطقة التي زادت من حيوية هذا الملف استمراراً لنجاح الدولة في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي إطلاق المرحلة الرابعة من خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026 منذ العام 2016 لم يخرج من مصر مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين وهو حصاد عمل دؤوب من كافة الجهة المعنية النهاردة بنطلق خطة العمل الرابعة والأخيرة المنباسقة عن الاستراتيجية الوطنية 2016-2026 ليه بنطلقها؟ لأن طبعاً احنا بنستكمل دورنا بنبني على ما تم تحقيقه من قبل وبنحضر طبعاً لستراتيجية جديدة بعد سنتين فلازم ننظر نقيم ما قمنا به ما حققناه وننظر إلى كل ذلك في إطار المتغيرات الإقليمية والدولية وطبعاً الوطنية وتأتي المتغيرات البيئية والقانونية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كأبرز المتغيرات المؤثرة على الهجرة غير الشرعية كما أن التعاون مع الجهات الدولية المعنية محور مهم في التعامل مع هذا الملف بما يحقق التزامات مصر الدولية في هذا الخصوص نرى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة ليس فقط في التعامل مع الهجرة غير النظامية ولكن أيضاً في التعامل مع الهجرة والإتجار بالبشر ونحن نرى أن هذا جهد مهم للغاية من الجانب المصري وأعتقد أن لدينا شريكاً قوياً هنا من خلال هذه اللجنة التي تتعامل مع تلك القضية سوف نقدم برنامج دعم وسيكون هناك دعم مالي للحكومة المصرية في هذا الشأن من الاتحاد الأوروبي ولدينا شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد ومصر وهو الأساس لتعاوننا ونعتقد أن المهم الآن هو دعم قدرة السلطات المصرية على التعامل مع هذه القضية ودعم المهاجرين الموجودين بالفعل في البلاد جهود وطنية مستمرة في مجالات المكافحة والمنع وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في إدارة ملف الهجرة خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والتي زادت من حيويات هذا الملف